تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 321 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 36 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد الأرز أرز الشعير والبيع بأزيدة من السهر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 237 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي فقد تم ضبط 48 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 277 قضية خبز ناقص للوزن و209 قضايا لخبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السهر تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغة 249 طن ترجمة نانسي قنقر